حياكم الله مشاهدين و اهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة والبداية من العناوين في الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل العراقيون يستذكرون ملحمة النصر العظيمة قانون العفو العام قنبلة موقوتة تحذيرات من تنفيذه بصيغته الحالية ونوايا المطالبين هدفها مصالح سياسية اذن مشاهدين يستذكر العراقيون الذكرى السادسة لتحرير مدينة الموصل من قبضة عصابات داعش الارهابية بملحمتهم الخالدة التي كتبت بماء ذهب فيما سطرته السواعد العراقية فاق جميع التقارير الدولية التي كانت تصف عملية التحرير بانها اعجازية فدولة الوهم والخرافة افولت واثبت العراقيون انهم ابناء حضارة اعتادت على مجارات الغزاة وترويعهم وعادت مدينة الحدبة لنفسها وللحياة محملة بالامل والامان بفضل نداء المرجعية والاستجابة لها والتي عبرت عن الوحدة الوطنية وقوة الارادة اما في ملفنا الثاني لحصاد الليلة مشاهدين فالحديث اليوم في الساحة السياسية عن قانون العفو العام الذي اسماه البعض قانون حرية الارهاب فالمعادلة التردية تتجه نحو ازدياد علامات الاستثهام مع زيادة اصرار المطالبين بتنفيذه بصيغته الحالية وراح البعض يصرح بتنفيذه بعد التعديل على بعض فقراته لضمان حقوق المغدورين والشهداء اولا والجزاء العادل لمن يثبت عليهم الاتهام بعد التحقيق ثانيا بالمقابل اصابع الاتهام تشير الى المطالبين بتنفيذه بانهم يحملون نوايا لصفقات سياسية وشخصية من خلال تحرير الارهاب الامر الذي يرفضه البعض بغية عدم المساس في حقوق عوائل الشهداء اذا مشاهدين هذه ملفات حصادنا لهذه الليلة ونرجو ان تبقوا معنا انا بكم مرة اخرى مشاهدينا وللحديث اكثر عن تفاصيل هذا الملف وهذه الذكرى نرحب سويتا بضيوفنا الكرام في الستوديو الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي اهلا بكم سيادة اللواء وكل عام وانت بألف خير بهذه الذكرى العظيمة شكرا استاذ بشار وايضا انتم بألف خير وشكرا لقناة الايام ولمشاهديها الكرام اكيد هذه هي ذكرى خاصة عطرة على العراقيين ذكرى تحرير مدينة الموصل وايضا هي رسالة لكل من يشكك بامكانية وقدرة هذا الشعب العظيم وتاريخه وانت تعلم والجميع يعلم بان هناك كثير من الاقاويل قيلت بانه لا يمكن للقوات الامنية ان تستعيد مدينة الموصل الا بعد عشر سنوات او عشرين سنة او تاريخ اكثر من ذلك ولكن اثبتنا للعالم من خلال اولا فتوى المرجعية الرشيدة ومن خلال مؤازرة شعبنا بكل اطيافه والشهداء الذين قدمت ارواحهم من اجل هذا الوطن باننا شعب قاتلنا نيابة عن العالم وشعب استحقينا ان نكون لدينا تاريخ سبعة الاب سنة استحقينا ان نكون شعب رقم واحد بالعالم لاننا استطعنا ان نحرر بلادنا من دنس الارهاب ودنس اعتى هجم ارهابية شهدها التاريخ طيب بس ياتلو احنا اليوم يعني نغطي هذه الذكرى نتحدث عنها بمختلف وسائل الاعلام وفقط في قناة الايام مو بهدف الاحتفال كاحتفال انما لاستفادة كدروس وعبر من هكذا احداث في تاريخ البلد لكن العراق برغم امكانياتها البسيطة عسكريا ولوجستيا واستخباريا في تلك الفترة وهناك دول عندها خبرة بالمجال العسكري والامني وقيادات امنية وعسكرية كبيرة بالعالم ليش قالوا عشر سنين ليش قالوا خمس سنين ليش انطوا هاي الفترة وصوروا الموضوع عجازي بينما العراق بامكانيات بسيطة كما ذكرت قاتل عن نيابة عن العالم وحقق هذا النصر بهذه الفترة القصيرة يعني اكيد هذا السؤال مهم وهذا السؤال يحتاج الى المشككين فينا وفي امكانياتنا وقدراتنا وليس فقط نحن كعراقيين وانما كل شعوب العالم الحرة اللي لديها امكانية وقدرة وارادة على صنع النصر وهي مؤمنة بالقضية التي من اجلها تقاتل ان تصنع المستحيل وهذا ما الحقيقة ترجمنا الى كل شعوب العالم وكل شعوب الارض المحبة للسلام باننا بالرغم من الامكانيات اللي تفضلت بها يعني في ذلك الوقت احنا ما كان عندنا سلاح جوي ولا كان عندنا امكانيات وقدرات عالية في مجال طيران الجيش ولا كان عندنا امكانيات وقدرات عالية في مجال التسليح والتجهيز ولكن كنا نقاتل ونبني امكانياتنا وقدراتنا في مجال التسليح والتجهيز والتدريب كنا نقاتل ونقوم بعملية ايصال الامل الى المحافظات التي كانت تأنت تحت وطأة تنظيم داعش الارهابي من خلال القائنا لملايين المناشير ووعدناهم بأننا قادمون وسوف نقوم بتحريرهم وفك الحقيقة أسرهم من هذا التنظيم الوحش لذلك إرادتنا للقتال وإيماننا بقضيتنا حبنا لبلدنا ولتاريخنا هذا الحقيقة هو أكبر درس نعطيه لكل من يشكك بإمكانياتنا وقدراتنا كشعب عراقي رحب أيضا بضيفنا ينضمن مباشرة معاون مدير عام مديرة أعلام هيئة الحجد الشعبية سيد مهند حسين أهلا بك سيد مهند وكل عام وأنت بألف خير وأود أن تحدثنا عن مرحلة وخطوة ومفصل مهم بعملية هذه الملحمة التي خاضها العراق ضد عصابات الإرهاب عصابة داعش الإرهابية هي فتوى الجهاد الكفائي إلى أي درجة شكلت دفع أو دافع للعراقيين بشكل عام لخوض هذه الملحمة والانتصار فيها بداية نرحب بك وبضيفك الكريم ونهن العراقيين جميعا بهذا اليوم وهو يوم انتصار الحق على الباطل وعودة الموصل إلى أرض البلاد الفتوى كانت لها تأثير كبير بل كانت حجر الأساس لكل العراقيين باعتبار أن الذين لبوا الفتوى الجهادية المباركة أصبحوا فيما بعد هما تحت تنظيم وترتيب هيئة الحجر الشعبي هذه المؤسسة المباركة ترجمها شهيد القرارة الحاجة أبو مهند المهندس أفضل ترجمة وعمل على أن تكون مؤسسة أكاديمية مؤسسة رصينة والحمد لله اليوم هذه المؤسسة يشار لها بالبنان ولا ننسى في نفس الوقت هذه التضحيات التي قدمها أبناء الحجر الشعبي بالتعاون والتلاحم مع باقي القوات الأمنية الذين كانوا خير عون وخير سند مع الحجر الشعبي ولا ننسى كل القدمات التي قدمها الجيش العراقي البطل لاسيمة طيران جيش الذي وفر الغطاء الجوي الذي دعم الحجر الشعبي في التقدم إلى المناطق التي كانت تحت وطأة داعش الحمد لله هذا التلاحم هذا التعاون هذا التحدي الكبير الذي واجهوا أبناء العراق حقق الهدف الذي كانت تسعى إليه المرجعية من خلال هذه الفترة الماركة أي أن هذا الفتوى وصلت بالبلاد إلى بر الأمان وتحقق النصر وتحققت الوحدة التي كان يصبؤ لها كل العراقين واليوم نرى العراقين جميعا ليس فقط على المستوى المؤسسة الأمنية ومتلاحمة في كل المؤسسات الحكومية نجد أنه بدأوا فعلا وواقعا بدأوا ينبدون الطائفية وينبدون كل ما كان يعمل الاحتلال وغير الاحتلال على زرعه بين أبناء الشعب العراقي وهذا هدف كبير حققته المرجعية من خلال هذه الفتوى المباركة وتأسيس الحجد الشعبي طيب تأسس الحجد الشعبي وأثبت ببطولاته التي خاضها قدرته على تحقيق الانتصار بالتعاون مع بقية صنوف القوات الأمنية الأخرى لكن كان هناك دور مهم أيضا للتحالف الدولي أو القوات الأمريكية خليه نحتش بصراحة بهذه المعركة ضد الإرهاب لكن ليش مكان أكو تعاون ما بين قوات الحجد الشعبي والقوات الأمريكية أو التحالف الدولي لدحر الإرهاب حتى كانت هناك اعتداءات من قبل الأمريكان والطيران الأمريكي على قواتكم أكثر من مرة قدرت تعلق الأمر بهيئة الحجد الشعبي فإن المعطيات كانت تشير على أن التحالف أو ما يسمى بالتحالف الدولي لم يكن يعمل بشكل حقيقي لإخراج العراق من هذه العزمة وكانت أولها أنه حتى الإعلام الذي كان يتبنىه التحالف كان يصف داعش بثور عشائر وهي معلومة مغلوطة كانوا يعملون على إثارة هكذا فتنة داخل البلاد هذا من باب أول على مستوى الإعلام على مستوى دخول التحالف إلى العراق فإن الدواعش وعصابات داعش دخلت إلى العراق من خلال الحدود السورية تحت أنظار كل الكاميرات والمناطيد والأقمار الصناعية التي تتحكم بها الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي وهذا واضح للعيان ويشهد عليه جميعاً كذلك تصريح باراك أوباما آنذاك كان يقول أن هذه الحرب مثل ما تفضل لواء التحسين الخلال فعلاً تحتاج إلى سنين كثيرة لخلاص العراق من داعش وهي معلومة مغلوطة واقعاً كل هذه المعطيات كانت تشير وتدل على أن هذا التحالف لم يكن جاداً في تخليص العراق من هذه الأزمة والذي أثبت هذا المغالطة هي استهداف هذا التحالف لبعض قطعات الحجر الشعبي على الحدود العراقية السورية وفي بعض الأماكن الذين كانوا يستطونون بها الحجر الشعبي ويدافعون بها عن البلاد كل هذه المعطيات تشير على أن هذا التحالف لم يكن جاداً في دفع هذا الخطر عن البلاد طيب أود لك سيادة اللواء مثل ما ذكر أستاذ مهند أنه الإرهاب دخل أو داعش دخل من الحدود السورية لعراق لكنه وجد حاضنة انتشر بوقت قياسي بحديثنا كما ذكرنا بداية الحلقة نريد أن نستذكر كدروس وعبر نستفادها شنو الظروف التي أدت إلى انتشار داعش بهذه المناطق الشمالية الموصل وغيرها بهذه السرعة بحيث القوات الأمنية ما لحقت تتخذ أي خطة وأي إجراء يعني أولاً أستاذ بشار مقارنة بسيطة ما بين إمكانيات وقدرة القوات الأمنية قبل عام 2014 وبعد عام 2014 يعني إحنا نتحدث قبل 10-6 عام 2014 وبعد 10-6 عام 2014 ومثل ما تفضلت جنابك هي دروس وعبر والحقيقة يجب أن نتأذ من هذه الدروس والعبر لأن هذه الدروس والعبر كلفتنا أرواح وكلفتنا شهداء وهؤلاء هم الذين بدمائهم حرروا العراق وأعطونا درس بالمحافظة على أمن وسلامة بلدنا وكذلك خيراتنا ومدخراتنا والحفاظ على أمن وسلامة حدودنا أدما نتكلم عن الحدود كانت الحدود قبل 10-6 عام 2014 الحقيقة ليست بالدرجة المضبوطة مثل ما هي الآن الآن رغم الوضع في شمال شرق سوريا غير مستقر وهناك تواجد لتنظيم داعش الإلهابي في تلك المناطق ولكن يحاول بين الحين والآخر اختراق حدودنا يجد مانع قوي جداً ألا وهو تحصيناتنا الحدودية قيارة قوات حرس الحدود وبعدين أكعدنا خط ثاني لهو الجيش العراقي يبتعد بمسافة معينة مراقبة جوية مستمرة استهداف وكماء مستمر على طول الحدود تكون عمليات مستمرة يمكن كل فترة طبعاً هاي عمليات هاليومين كانت كثير من الاجتماعات بحسب المعلومات تخص هذه المناطق الحدودية مع سوريا لا احنا انهين قبل حوالي انت تعلموا جميع يعلم قبل اسبوعين كانت عملية خاصة اطلق عليها سيوف الحق المرحلة السادسة هذه العملية كانت خاصة بتأمين الحدود وخاصة بجعل حدود العراق الدولية اللي هي قيارة عمليات الجزيرة الأنبار وغرب نينوى خاصة بجعل هذه الحدود سواء السورية والأردنية والسعودية آمنة ولا تتواجد أي مفرزة لمفارس تنظيم داعش الإرهابي وهي كانت تصب أيضاً في تأمين خطة أمنية لأول مرة نجحنا بتفويج العكسي للحجاج عندما انهوا الشعائر المقدسة في مكة المكرمة وأتوا إلى العراق هذه أول مرة احنا نقوم بعملية تسير القوافل ليلاً ونهاراً هاي عناكم مسافرين في هذه المناطق بالليل؟ نعم بالليل وهنا قوات أمنية منتشرة في كل مناطق الصحراء وهذا ما أثبت بأننا عازمون وقادرون على ملاحقة من تبقى من هذه الجيوب في تلك المناطق لذلك إحنا عندما نقارن ما بين إمكانياتنا وقدراتنا في تلك الفترة والآن الحقيقة كان هناك كثير من الفوارق كنا لا نمتلك سلاح جو والآن نمتلك سلاح جو كانت منظوماتنا الاستخبارية والأمنية ليست بالكفاءة والإمكانية والقدرة الآن هناك تعاون وهذا المهم وعمل كبير ما بين القوات الأمنية وما بين المواطن هناك إصرار من قبل المواطن أن يكون هناك استقرار في مناطقه نبذ العنف نبذ الطائفية نبذ كل شيء يقف أمام أولاده ومستقبله ومستقبل بناءه ووصل بالدرجة النهائية إذا أنه هذا العمل هو عمل غير صحيح ويجب أن يهتم ببلده يجب أن يهتم بأبناءه والطريق الصحيح لهذا العمل هو التعاون مع القوات الأمنية والعمل يد بيد من أجل بناء مستقبل العراق سيد دون مهنة تشاكل بالتنسيق ما بين عملكم كهيئة حجد الشعبي وبقية صنوف القوات الأمنية الأخرى بعمليات مشتركة مثلا أو في المناطق المشتركة ما بينكم وبين القوات الأخرى كل النجاح الذي وصلنا إليه والانتصارات التي تحققت على أرض الواقع كانت نتاج الوحدة والتلاحم مع كل القوات الأمنية والحجد الشعبي وهذا دليل على أن أبناء العراق الغيارة استطاعوا أن يحقق النصر بوحدتهم وواقعا هذا يدل على أن هذه الوحدة لم تكن تحتاج أصلا إلى أي دعم خارجي أو لم تكن تحتاج إلى الكثير من اللوجستيات التي ما زال العراق الآن يعمل على أنه يكون معتمدا على نفسه لكي لا يتكرر هذا السيناريو حتى كما تفضل سيادة تحسين الخفاجية حتى على مستوى الحدود الحدود التي كسرت في عام 2014 الآن لا يمكن كسرها بوجود القوات الأمنية والحجد الشعبي وهذا التلاحم وهذا التعاون هو واقعا يشكل رأس النفيذة والآن كل الأعداء ليس فقط داعش أو التنظيمات الراهبية كل الأعداء أو كل من يفكر على أنه يتدخل في العراق الآن هذا الأمر أصبح ممنوع جدا يفكر لمرة ولأكثر من المرة بأن هناك قوات أمنية متعاونة ومتحدة وهناك حشد شعبي قوي يعني يمنعه من أنه يصل حتى إلى الحدود وهذا على أرض الواقع تحقق كل العمليات التي كانت تحدث قبل 2014 بما فيها عملية كسر الحدود الآن لا نسمع ولا نرى أي وجود لهكذا عصابات الإرهابية لمدة تقريبا تسع سنوات وهذا أصبح واقع جديد فرضه العراقيون جميعا بتلاحمهم وتكاتفهم بوجود الجيش العراقي البطل بوجود كل القوات الأمنية بوجود الحجد الشعبي أصبح اليوم الآن للعراق شئ كبير طيب فضل الحجد الشعبي معروف سيدة مهند لكن الاعتراف به كقوة أسكرية تابعة إلى الدولة إلى أي درجة أضاف دافع وقوة للحجد الشعبي الحجد الشعبي واقعا منظومة شعبية عقائدية انبثقة من رحم فتوى المرجعية والمجاهدين الذين وصلوا إلى السواتر وحققوا الفارق وغيروا المعادلة التي كان يبغي العدو تغييرها من خلال استهدافهم لمنظومة المجتمعية للشعب العراقي اليوم نجد أن الحجد الشعبي يشار له بالبنان ليس فقط على مستوى العراق وإنما حتى على مستوى الوضع الإقليمي على مستوى الدول العربية اليوم الحجد الشعبي واقعا يعني يعتبر رمز من رموز الأمة العربية قد لا يفرح هذا الكلام الكثير لكنه واقعا أمر واقع واليوم نجد حتى في لقاءتنا في العمليات المشتركة ضمن الحكومة العراقية والتحسين الخفاة جزء من هذه المنظومة المباركة يشرح لك كيف أن هذا الحجد المبارك هو ضمن هذه المنظومة ويعمل بالتساوي ويعمل ضمن التوجيهات التي يأمر بها السيد رئيس مجلس وزارة القادل عن القوات المسلحة وهذا التعاون موجود على أرض الواقع وحتى الذي يحتاجه الحجد الشعبي من طلعات جوية لدعمه في مواجهة الأعداء واقعا الجيش العراق البطل هو أول المدافعين لذلك نحن نقول لم نحتاج لما يسمى بالتحالف كثيرا حتى طيران التحالف لم يساعد الحجد الشعبي وهذا الأمر ليس بفعل من التحالف وأنه بطلب من الشهيد القادل الحاج أبو مهند المهندس هو طلب من السيد رئيس مجلس وزارة آنذاك بعدم خروج طيران ما يسمى التحالف والاعتماد كل الاعتماد على طيران الجيش العراقي البطل في حماية القوات الأمنية والحجد الشعبي من خلال هذا الطيران المبارك وتحقيق الفارق وتحقيق النصر الحمد لله إذن هذه المنظومة أثبتت أنها مجتمعة حققت النصر وحققت الفارق سيد تلواء إلى أي درجة استفاد العراق عسكريا أمنيا من هذه المرحلة المهمة بتاريخ العسكري خصوصا هل فعلا تغير التفكير استراتيجي بالنسبة للقيادات الأمنية والعسكرية العراقية التي كانت توصف سابقا بالقيادات الكلاسيكية أو تفكير العسكري الكلاسيكي طبعا هذه السؤال مهم جدا ونقطة الحقيقة جدا دقيقة هذه المرحلة فعلا هي كانت مرحلة مفصلية في تاريخ العراق إما أن يكون العراق أو هويته أو أن ينتهي العراق لا سامح الله يعني إحنا عدما نتكلم عن مساحة 47% من مساحة العراق هذا شيء لا يصدق عدما نتكلم عن منظومة أمنية انهارت في بعض أجزاء العراق وبسرعة هذا الحقيقة موضوع يحتاج إلى إعادة دراسة والتحليل وتقييم لذلك العراق وبالذات القيادات العسكرية والتخطيط العسكري وبالذات من هم مسؤولون عن إعداد لنقل استراتيجيتنا ورؤيتنا للبلد عسكريا للسنوات المقبلة استفادوا كثيرا من هذه المرحلة وبدأوا بالتخطيط وفعلا نجحوا أولا في احتواء حالة التداعي اللي حثت في عام 2014 بدأنا في إعادة تنظيم قواتنا أتتنا فتوى المرجعية زارت من إمكانياتنا وقدراتنا وعزيمتنا إلى إمكانيات لا توصف بدأنا في عملية الرد والاستيعاب ومن ثم التطهير وكذلك أيضا طرد من أتى إلى تلك المناطق لكن كل مرحلة وإلها تحليلها يعني كل محافظة وكل منطقة حررت لها تحليلها لها أسبابها لها إمكانياتها لها قدراتها التحليل هنا يعتبر نوعين تحليل أكو بيئي أي تحليل بيئة معلوماتية خاصة بالمنطقة وتحليل عسكري جيوستراتيجي وجيوغرافي وهذا يعتمد اعتماد كله على إمكانية وقدرة قواتنا اللي الآن أصبحت بإمكانيات وقدرات عالية جدا هل أتى ذلك عن طريق فقط يعني لنقل شد الحزام؟ لا اتى عن طريق دراسة وتحليل وتمحيص وكذلك رؤية لما حدث ورؤية لما قد يحدث في المستقبل ولو تلاحظ الآن كل الخطط الستراتيجية والعمليات العسكرية والعمليات الاستباقية وما نخطط للبناء في المستقبل القريب تلاحظ مبني على أسس علمية وجهد فني يصاحب جهد استخباري هذا بالإضافة إلى دعم كبير من الشعب العراقي اللي هو أكيد يعني الناصب الأول الرئيسي لقواتنا الأمنية وأيضا قيادتنا سواء العسكرية أو الدينية سيد مهند يبدو أن أصحاب هذا المشروع الإرهابي لم يسكتوا إزاء هذه الانتصارات التي حققها العراق وحققها ابناء الحجد الشعبي الحجد يبدو أنه دفع ثمن باهض إزاء هذا النصر العظيم بعدد الشهداء الذين قدمتموهم أو قدمهم الحجد على رأسهم الحاجة أبو مهدي المهندس الشهيد أبو مهدي المهندس وشهيد قاسم سليماني نعم هذا نتاج ما توقعه الشهداء القادة لذلك كانوا القادة مصرين على أنه الحجد الشعبي من خلال مسيرته وانتصاراته لا يحتاج إلى غطاء جوي من ما يسمى التحالف لذلك كل الانتصارات تحققت بوجود أبطال طيران الجيش العراقي والحمد لله كانت النتاج إيجابية وكان نصر يتحقق على يد هؤلاء الأبطال مع الحجد الشعبي لكن في طلعة واحدة غادرة من قوات الاحتلال الأمريكية من خلال هذا الطيران المسير استهدفوا قادة النصر هؤلاء القادة الذين حققوا النصر على عصابات داعش لم يرق هذا النصر إلى قوات الاحتلال لذلك كان رد الاحتلال الأمريكي على هؤلاء القادة الذين حققوا النصر أن يتم اختيالهم أي بمعنى كان مفترض وجود عصابات داعش وهي جزء من منظومة الاحتلال التي بناها بعد 2003 والتي كانت ما يسمى بالقاعدة وفيما أصبحت بعد ذلك بالجهاد الإسلامي الذي تبنى الزرقاوي إلى أن وصلت بالتسميات إلى داعش في عام 2014 لم تنجح كل هذه المنظومات الهرابية التي صنع الاحتلال على السيطرة على المنظومة المجتمعية التي يعيش بها العراقين بتآلف وحب وحاولوا زرع الطائفة ولم تنجح كل المخططات لكن ما عمله الاحتلال هو استهداف قادة نصر هؤلاء القادة الذين أفشلوا كل المخططات التي كان يبتغيها الاحتلال وواقعا اليوم نأسف بأن نرى العالم يعني يمجد بقوات مثل قوات الاحتلال الأمريكية لا تمجد لمثل هكذا قوات قوات الأمريكية قوات محتلة وواقعا بالإضافة إلى قوات الاحتلال هناك منظومة مجتمعية فاشلة تتبنىها الولايات المتحدة الأمريكية جندي أمريكي واحد في العراق ونحن نرفض أن نكون في العراق هكذا قوات الشكر جزيلا لكم معاون مدير عام مديرية علام الهيئة الحجد الشعبية السيد مهند حسين كنت ضيفا كريما والشكر جزيلا لكم الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة سيادة الوات حسين الخفاجي وختاما يمكن العراق قدم بمختلف مراحل تاريخ الكثير من الشهداء نسأل الله تعالى الرحمة والخلود لشهداء العراق إذن مشاهدين ننتقل سويا إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه إذن مشاهدين بين مصالح سياسية وصفقات انتخابية المطالبون بتنفيذ قانون العفو العام في دائرة الاتهام بعدم الاهتمام لمصالح الشعب كون الإفراج عن الإرهاب يعيد البلد للقتل والدمار بالمقابل هناك ما يطالب بضرورة تنفيذ الحكم على المحكومين والتحقيق مع الآخرين لأصدار الحكم القانوني بحقهم ونطالح هذه التفاصيل مع الزميلة نوها الشمر يعود قانون العفو العام مجددا على طولة الخلافات السياسية وعدم الحصول على الاتفاقات النهائية التي تشرع هذا القانون فعلى تعاقب المراحل السياسية يثير جدلا كثيرا بين معارضين ومطالبين بإقراره بالوقت الذي ترى بعض الأوساط السياسية أن تشريعه بصيغته الحالية يعد تأييدا للإرهاب والمراقبون يطالبون الحكومة الحالية بالتوازن في القرارات بعيدا عن الضغوط السياسية يعني لا بد أن يكون هناك توازن في عملية الإدارة السياسية الإدارة السياسية ليس فقط على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية إنما على التوافقات السياسية أن لا تبنى على حساب العدالة الاجتماعية المقرة دستوريا وقانونيا وبالتالي هناك ضحايا كثيرون وبالتالي احترام هذه الحدود يجب أن يكون في السياقات السياسية وأيضا في التطبيقات القانونية والدستورية حتى لا يكون هناك تفاوت على حساب شريحة أخرى فبين جرائم جنائية وقضايا الإرهاب آلاف المحكومين في السجون يطالب البعض بالعفو عنهم دون التحقيق في قضاياهم الأمر الذي دفع المتابعون للساحة السياسية باتهام المطالبين بالعفو العام بأن لهم نوايا ودوافع سياسية وانتخابية يعولون على تنفيذ هذا القانون متنسين حقوق الشهداء وعوائلهم التي تطالب بالقصاص عن القتلة ممن يثبت عليهم الجائم أعتقد أنه على الحكومة أن تتناغم بشكل آخر مع عوائل الشهداء مع عوائل الذين ذهبوا ضحية الإرهاب يعني يقع في سجون أكثر من عشرة آلاف إرهاب وأغلبهم محكومين بحكم الإعدام قانون عفو العام بشكل حالي حقيقي مرفوض من أغلى الكتلة السياسية وخصوصا الكتلة السياسية الأكبر في البرلماني يعني بصيغة الحالية حقيقي مرفوض فالمصالح السياسية والحزبية تعيد إثارة ضجة العفو العام بمطالب تنفيذه على جراح عوائل المغدورين والشهداء خصوصا وأن بعض فقرات القانون تكون بمثابة قنابل موقوتة تفجيرها كفيل بأن تعيد الحرية للإرهاب ليعيد مجددا القتل والدمار بأوجه مختلفة في البلاد نهاشم ماري أهلا بكم مرة أخرى مشاهدين وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب سوية بضيوفنا الكرام في الستوديو رئيس مركز الاتحاد للدراسات دكتور محمود الهاشمي وكذلك الترحيب القيادي في تحالف الأنبار الموحد الدكتور محمد دحام عبراس كايبة أهلا بكم دكتور محمد أبدأ معك بداية دكتور محمود الهاشمي قانون العفو العام أو قرار العفو العام ما هو هذا القانون أو القرار الذي يطال به البعض العفو عمن بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم النامجكم الموقع مشاهديكم الكرام وضيتكم الكريم من الأنبار أيضا سيدي كريم القانون العفو العام في بعده هو إنسان إذا ما أرادت أن تصدره الدولة تصدره لأسباب مثلا أنك كنت في حكم دولة مستبدأ دفعت بالآلاف من أبناء شعرك إلى السجون والمعتقلات تتغير المعادلة السياسية وتجد أن هؤلاء مظلومين فيحقوا أيضا أن تخرجهم لأنهم هم ضحية مرحلة السياسي والجنائي يعني ممكن أن أطلق صراح السجناء السياسيين قد تعتبر المرحلة بالكامل قد تعتقد أنت بالمرحلة تلك أنه كثير حتى من هؤلاء قد فعل ولكن في بلدنا عام 2008 أصدروا عفوا عاما هل جاء هذا العفو العام نتيجة رضا عام من كافة الكتل السياسية باعتبار أن هؤلاء يستحقون أن يطلق صراحهم طبعا لا حوصروا في عام في أنسوانيا حوصرت السياسيون بمعادلات معقدة من ضمنها من ضمنها معادلة أنه لن أصادق على الموازنة إلا بإطلاق صراحة أو لا فأسموها يومها بالسلة الواحدة نعم ثلاث قوانين في سلة واحدة ما علاقة خبزة الشعب والموازنة أن تحطها مع قانون العفو العام بعد أن تم اطلاق صراحهم علق السياسيون يومها بأن الأرهابيين قد تم اطلاق صراحهم وعادوا إلى عملهم بعد أسبوع وهذا على اللسان نعتقد السيد مالكي كان في وقته عام 16 أيضا تم اطلاق صراح أو عفو عام نعم وأيضا سياسي بصرف يعني ما كان في وعد كذا وعد كذا وكأنما هي طائفة على حساب طائفة أن يطلق صراحهم لأن هؤلاء طائفة مظلومة وكذا وهذا خطأ يأما جميعا أن نتفق باعتبار القضية ما به يبعد طائفي قضية إنسانية وإلا أنه أنت تأتي أنه نواب المناطق مثلا غربية يوافقون على قانون العفو العام ونواب المناطق الجنوبية ولا ستيرفضون طبعا هذه من الطرفة هي قضية إنسانية يأما أن نتفق جميعا على هذا القضية الإنسانية أو لا نتفق ثلاثة وأيضا تم اطلاق صراحهم 2016 وكان لنا ما كان بحيث أن الأعداد كبيرة منهم قد عادوا إلى ربما آخرين أيضا لم يعودوا إلى عملهم كأرهابيين طيب أنت عندك ضحايا من هم الضحايا هم الضحايا الأسر التي ذهب أبناؤها وآباء وآباء وضحية هؤلاء الإرهابيين نحن في ملف السجن لدينا مشكلة ما هي المشكلة أن أعدادا كبيرة منهم ما زار في داخل السجن والدولة تنفق عليهم يومية كذا ألف يعني سلويا كذا ألف دولار وإذن عدم تنفيذ الأحكام الأحكام الأعدام مثلا هم أكو بها تدخلات سياسية أرجع لك هذا مفصل مهم أيضا محور نتحدث به لكن دعني أراحب مرة أخرى بدكتور محمد دحام أهلا بك دكتور مرة أخرى وقانون الأفو العام ليش دائما يعود إلى الواجهة والحديث برلمانيا وسياسيا وعلاميا قبل كل الانتخابات دعني نتنسى الخير لقناتكم وللضيف الكريم نتنسى الخير لكم جميعا أعتقد أنه قانون العفو العام هو جزء من السياسة الجنائية في أي دولة ولكن قانون العفو العام ربما يختلف عن القوانين الدول الأخرى لكون العراق تعرض إلى أجمى أمنية كثيرة من قبل المجاميع الإرهابية وكان ضحية هؤلاء هو أنه أغلبية الشعب قد تعرضوا إلى وين وطبعا هناك أشكالية قانونية في تطبيق لا سيما أنه قانون العراقي للقانون 111 للعقوبات العراقي للثناء التسعة وستين يعني أعتقد هو نارق القوانين والذي لم يطبق بهذه الأحكام الآن نحن لسنا بصدد بتطبيق الأحكام والجرائق ولكن نلاحظ أنه قضية العفو العام نعم العفو العام مسألة طبيعية لا سيما في الدول التي تعرضت إلى هزات أمنية من ما يسمى بالعدالة الانتقالية فهذا مسألة طبيعية على أنه لا يؤثر على الوضع العام المبررات طبعا مبررات كثرة عدد المعتقلين في السجون بالآلاف وهم يرزحون إلى يعني قضايا يعني وإحنا بالأصل عندما وضعنا السجون وقمنا بإقامة الأحكام هي الغاية من يعني أن نعدل من النفس البشرية وأن لربما هناك بعض الأحكام التي عادت تأهيل هذا الإنسان مرة أخرى وإدماجه في المجتمع نحن لا نريد أن يكون هذا الدور بهذه الطريقة لربما لا يدمجهم بالمجتمع لربما يثير حفيظة ذويهم نتيجة لسوء معاملة الموجودة في السجون وهذا بكل تأكيد يثير حفيظة وحساسية المتهم هو بكل الأحوال لابد أن يواعي حقوق الإنسان فيه ومنع الانتهاكات ولربما منه ممكن تصحيحها أو لربما قانون العفو العام لربما يكون فيه بعض الفقرات لكن هذه الفقرات نأمل أن لا تكون ذات بعد طائفي أنه تختص ببعض الجرائم دون غيرها إذا كان ببعض طائفي إذا كان فعلا فعلا وبنفس وقت قانون العفو العام هو للمتاومة السياسية مقابل المطالقون بالعفو العام يقولون أنه يكون مظلومين محكومين حاليا بالسجون طيب إذا كان فعلا مو إطلاق عشواء للمحكومين والإرهابين وغيرهم الإرهابي وجناء وغيره بشكل عام إطلاق العفو عنا إذا كان فعلا مظلوم مو المفروض نعيد محاكمة من جديد إذا كان أكو مظلومين بالسجون بأعداد كبيرة كما يدعي المطالبون بتنفيذ قانون العفو العام مو لازم أكو قضاء نحاس باش لنخل مظلوم بالسجن وأدانه والله هذا الموضوع هذا موضوع آخر عندما نتحدث عن مظلومية ناس يعني إذا هو بريء وحاكمين بأحكام هذا يعني ربما يثير حفيظة أكبر من هذا الموضوع لأن هذا الموضوع بظلوم هم طالبون بتنفيذ قانون العفو يقولون حجتهم أنه أكو مظلومين بعدد كبير فيها سجون يعني فعلا يعني أنه عندما نتكلم عن مجرمين أو جريمة بذاتها الجريمة لديها أركان فبالتالي أنه بعض الجرائم هي منها تتحقق أركان الجريمة فواحدة من أركان الجريمة أنه لابد أن تسند إلى القانون وبالتالي نحاكمهم أما إذا كان بجريرة المخبر السري لا يوجد جريمة بكل دول العالم بجريرة المخبر السري أو نتيجة لتقرير مرفوع من جهات أمنية هذا كارثة القاضي يفترض أن لا يعتمد على هذه التقارير نحن نتحدث عن جريمة إذا كان هناك مدعي أولا لازم أن يكون هناك مدعي بالحق الشخصي وأن الجريمة فعلا واقعة وهناك كشف دلالة وهذا الكشف الدلالة يؤثر على اعترافات وشهود ولكن بالنتيجة أنه هذا أمام هذا الحال يعني هذا سيؤثر على السياسة الجنائية في العراق ولربما نحن نعد قنام الموقوت في هذا السجون لربما يخرج بعد فترة طويلة وهو حاقد على المجتمع ولا يمكن إعادته باعتبار أنه هو دخل للسجن بريء عشر سنوات أو عشرين سنة فبالتالي هذا ظلم أما نتحدث عن قانون العفو العام العفو العام هو يشمل حتى المبروض المجرمين المحكومين الذين إلا اللهم إذا كان هناك ملطخ فعلا بدماء الأبرياء ولا يوجد مقابل ذلك تنازل أو لربما المدعي بالحق الشخصي متمسك بذلك أود لك دكتور محمود كما وصف هذا القانون بأنه قانون حرية الإرهاب بشلون قانون حرية الصحافة وحرية حصول على المعلومة قانون حرية الإرهاب لكن ممكن أن يطلق فعلا صراح إرهاب بهذه المرحلة كما حدث بمراحل سابقة تتحدثت بها وأحنا ما صدقنا العراقي استثب الأمن به أنا باللسفل يعني أرى قانون عفو العام الذي صدر عام 2008 كان جائرا على الشعب العراقي وأطلق صراح الآلاف من الإرهاب ممكن يتكرر الموضوع وكذلك في 2016 غيرا و جلينا على أسرهم يعني هؤلاء العتاة المجرمين خرجوا وحتى أن أسرهم يعني تمنت لو لم يخرجوا لأن عادوا إلى ممارسة ذات السلوك و كذلك المجتمع بشكل عام أنت أطلقت صراح شخصيات تحمل نزعة إرهابية ونزعة إجرامية وأطلقت صراحهم بشارع لمجرد ضغط سياسي يعني أحنا ما ربنا نعيد 2016 أنا كتبت مقال في يومها كان هناك خيار بين شخصيتين على منصب رئاسة مجلس النواب بالضبط كان مقالي عنوانه إذا وافقتم على فلان أن يكون رئيس مجلس النواب فأول طلب سيطالبكم به هو أطلاق صراح عتاة المجلس فعلا ما أن تسنم منصبه مباشرة طالب بهذا هذا المنصب نقول أن قضية القضاء منفصلة بعيدة عن السياسة يقولون أنك أبرياء مظلومين بالسجون لهذا هذا المبرر حتى نطالب بتطبيق مانون العفو العهر لأنه السياسي أو النائب ما يقدر يطالب إطلق لصراح إرهابي فيقول لك أكون مظلوم شوف إذا تحدثنا بلغة السياسة فهي جريمة أن الجهة التشريعية تتدخل في الجهة القضائية فهذا حكم الحاكم القاضي كان يعني غير منصف غير ما منصف هذا القضاء يتحمل مهن يتحمل يعني ولكن هل هو واحد اثنين عشر أنت تطالب بإطلاق صراح هاي الآلاف كلها وتريد أنت في نفس الوقت حتى يعني تكافأ من جهات خارجية أو داخلية تطلق صراح على حساب أنا المواطن يعني المواطن اللي أعيش الآن بأمن وأمان وهذه الفسحة البسيطة من الأمن التي حصلت عليها بسبب اعتقال هذه الآلاف ثم ماذا تقول للجهات الأمنية التي ألقت القبض عليهم الآن دفعنا دماء من أجل القاء القبض على هذه الشخصيات الأرغابية أنت تريد تعيدهم بس ممكن أنت الآن تصدر هناك مثلا على سبيل المثال مخرج وزير الداخلية نعم وزير الداخلية قال بأنه 55% قال إن لم أقل أكثر هؤلاء إما أنهم يتاجروا بالمخدرات أو يتعاطون بالمخدرات طبعا رقم كبير أن يصل من الخمسين إلى ستين أقل أو أكثر من الشعب العراقي وهذه غزوة أجنبية ربما تدقلات ربما مخطط ربما كذا الآن امتلأت السجون بهؤلاء حسا ممكن هؤلاء أن تعيد النظر مثلا واحد عليه مخدوم يعني مثلا فد عشر سنوات قطع منهم ست سنوات قطع منهم سبع سنوات هسا ممكن الساعدة باعتبار هذا مخطط خارجي تام على الشعب لكن ممكن الإرهابي الإرهاب عقيدة الإرهاب عقيدة انتم لها الإرهابيون العقيدة هي تعني القتل تعني الطائفية تعني التدمير تعني وإلا ماذا يعني واحد يأتي بالسيارة ويفجر سوق كامل يقتل الناس هذه عقيدة هو شالها موجنون بالنسبة إلي شون تعيد شون اللي صوت له السجن حتى تعيد مرة ثانية هذا بعد عشر ثانية مرجع نفس العقيدة هو الشائدة ولذلك يا أخوان يا سياسيين يا نواب لا تدخلون تجيب الملف السياسي تدخل على الملف القضائي وسو إنه مشكلة هاي أولا ثانيا أنتم الآن قد اتفقتم سياسيا قبل كل للحكومة أنه إذا يعني أنتم العدد ميكفي من المقاعد أنا أنضيف لك على شرط أنه أنت العفو العام أحنا شلنا علاقة بكم كسياسي تفاقات سياسية موجودة ربما ربما تحكم خلينا نحك مع سيد محمد عن عوائل المغدورين دكتور محمد عوائل المغدورين الشهداء دماء الشهداء ما حد فكر بهم والله الموضوع يعني خصوصا في هذا القضية المغدورين يعني والمغيبين قضية حساسة جدا يعني تخضع للمزاجات السياسية هذا المفروض أن لا يخضع هذه القضية للمزاجات السياسية وإنما يجب أن تكون هناك لجنة لحقوق الإنسان ولجنة للقضاء العراقي وأيضا بإشراق الأمم المتحدة فيجب أن يتم الكشف عن مصيرهم يعني تعرف أنت حتى الشخص المتهى أو المجرم عفوا يعني هو لديه اتباطات اجتماعية يعني من زوجة وأبناء هذا يعني واحدة من حقوق أنه لازم تصدر له شهادة وفاة وكان من باب أولى أن تكون هناك مطالبات بحل هذا الموضوع يعني بعيدا أيضا عن المناكفات السياسية هذا الموضوع يعني المغيب قسرا يعني ما نقدر نتعمل أنه إرهابي يعني إحنا إذا نريد مثل فضل الزميل إحنا عندما نتحدث عن إرهابي يجب أن يكون منطبق عليه جريمة إرهابية كاملة وفق الأصول القانونية ومن ثم يتم محاكمته أما المغيبين لحد هذه اللحظة هو هذا عمل غير صحيح ومغيب ولا نعرف مصيره وبالتالي لا هو مجرم وتم محاسبته ولا هو بريء وتم تبرئته الشكر جزيلا لكم القياد في تحالف الأنبار الموحدة دكتور محمد دحام كنت ضيفا كريما عبر سكايب والشكر جزيلا لكم رئيس مركز الاتحاد لئة الدراسة دكتور محمود الهاشمي شكرا لحضورك دكتور والشكر جزيلا لكم مشاهدين إلى هنا وصلنا وإياكم وضيخنا الكرام إلى قتم حصادنا لهذه الليلة وإلى اللقاء في حصادنا خل